أعلنت وزارة الطيران المدني تأثر 15 رحلة لبعض شركات الطيران الأجنبية من إجمالي 609 رحلات على مستوى جميع المطارات المصرية وأرجعت الوزارة ذلك إلى تأثر بعض أنظمة جوناو حيث تم تفعيل أنظمة بديلة أخرى مما تسبب في حدوث بعض التأخيرات بمتوسط لا يتجاوى الساعتين مؤكدة في الوقت ذاته انتظام جميع رحلات شركة الطيران المصرية وفقا لجداول تشغيلها وذكرت الوزارة أن وزير الطيران المدني سامح الحفن يتابع الموقف عن كثب من غرفة العمليات الرئيسية بسلطة طيران المدني المصري للوقوف على تأثيرات وتداعيات تلك الأزمة العالمية وتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ في هذا الشأن